تحت عنوان أرقام قياسية وأخرى رائعة للنادي الأهلي في كأس القرات للأندية ده موقع الفيفا موقع الفيفا اللي بتكلم على الأرقام القياسية ده الفيفا حطتكم في دماغه قوي الفيفا بصراحة متوص يعني قال لك موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم انتوا شايفين في صورته هو بيقول لك الأهلي المصري وصل مسيرته المميزة في بطولة الفيفا السنوية للأندية والتي تشهد شكلا جديدا تحت مسمى كأس القرات للأندية حيث حقق الأهل انتصارا عريضا على العين بنتيجة 3-0 ليلقب بكأس أسيا وأفريقيا والمحيط الهادي موقع الفيفا كمان أكد أنه كأس أسيا وأفريقيا لقب عالمي الكلام بكله قدامكم وكتب الموقع الرسمي عن أرقام الأهل الكبيرة بقى أنه بالفوز الذي حققه الأهل على العين الإماراتي في كأس أفريقيا وأسيا والهادي زاد من روائع أرقامه الفيفا اللي بيقول كده أن الأهل بهذا اللقب زاد من روائع أرقامه القياسية عالميا من خلال بطولة كأس العالم للأندية وبطولة القرات انتر كونتينينتل وهي هنا الفيفا اللي بيعدد أرقام الأهل وروائعه القياسية قالك الأهل هو وصيف الفرع الأكثر تتويجا في العالم بعد ريال مدريد هنا في توسيق أحسن من كده في تأكيد للقيمة أكتر من كده في سبب لسعادة وفخر أي مصري وعربي وأفريقي أكتر من كده الفيفا اللي بيقولك ريال مدريد خمسة ميداليات ذهبية برشلونة أربع ميداليات منها ثلاث ذهبيات وفضية واحدة والأهل أربع ميداليات برونزية الأهل محطوط في الفيفا في خانة مع برشلونة وريال مدريد بيقول الفيفا كمان الأهل سجل أربعة وثلاثين هدفا في بطولات الفيفا للأندية ليأتي خلف ريال مدريد المتصدر بعدد أربعين هدفا بعد مباراة العين وصل عدد مشاركات الأهل إلى ستة وعشرين مباراة في بطولات الفيفا وهو رقم لم يصل إليه أي فريق في العالم إحنا بنقرأ من موقع الفيفا قالك حسين الشحات أكثر لاعب شارك في عدد ستاشر مباراة منها أربع مباريات مع العين الأهل يطارد رقم ريال مدريد الأهل يطارد رقم ريال مدريد ده الفيفا لا حسين الشحات اللي هو بره متخب ولا واحد تاني في عدد الأهل يطارد رقم ريال مدريد في عدد الانتصارات بفرق انتصار واحد لصالح ريال مدريد بعدد تلاتاشر فوزا والأهل اتناشر وده رقم الحقيقة محتاج تصحيح للفيفا إحنا اللي بنصحح له الريال اتناشر والأهل احداشر احقاقا للحق يعني احنا ما بنقبلش حاجة تقرير الفيفا بيأكد انه كاسل قارات الانتر كونتيننتل بمرحلها الاربعة هي بطولة معترف بيها بطولة قوية بطولة جديدة علينا وعلى فكرة البطولة الجاية بطل الاوكيانوس هيجي لعب بطل افريقيا مش هيبدا ببطل اسيا لانه نظام البطولة انه اول مباراة تتلعب ارعى بين بطل افريقيا وبطل اسيا مين اللي يلعب بطل الاوكيانوس المرة دي القرعة خدمة الاهلي ان خلت العين هو اللي يستضيف بطل الاوكيانوس المرة قالك ويتم التنوب يعني المرة الجاية بطل الاوكيانوس هيروح لبطل افريقيا وبطل افريقيا في الراوند التاني لو كسب يروح يلعب مع بطل اسيا في ملعب بطل اسيا عكس اللي حصل السنة دي يعني يفضل دايما عملية التدوير شغالة بين افريقيا واسيا والاوكيانوس ده النظام بتاع البطولة لكن شهادات تانية مهمة جدا لعل أخ الجهالة في الشقاوة ينعم